موسيقى عزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من قرآنيات في آية في القرآن بتقول يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك وبعدين بيكمل يقول وامرأة مؤمنة سؤال للأخي مالك أخي مالك هل للنبي زوجات ما كانوش حلل في الحقيقة أنت أخت فرحة أشارتي لآية يعني ممكن نسميها يعني آية تاج يعني على مزايا محمد وامتيازات محمد في القرآن أي أسسنا أي فيها تقسيم لثلاث أصلاف من النساء من حق محمد يعني أن تكون خاصة لمحمد الآية هي موجودة على الشاشة أنا حطت عليها الألف وباء وجيم هي مجرد لتوضيح لكل وحدة إلى فقرة الفقرة الأولى من الآية يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن فهذا السؤال فعلا يعني مطروح غير مفهوم يعني يعني كيف يكون لمحمد له زوجات حلال يعني هل فعلا كانت له زوجات يعني غير محلات أو غير حلال الآية فيها التباس مع معين الطبري هو عنده إرباك يقول التي تزوجته هنا بصداق مسمى يعني مجرد ما أني وضح أني لأ الزوجات اللي أنت دفعت عنهم صداق طيب السؤال ما هذا الموضوع حلع كل المسلمين يعني كل المسلمين في حال الزواج يعني القانوني هو الزواج فهذا الجزء إذن بمعنى يعني يعني تحصيل حاصل ما له أي معنى ولكن في الحقيقة هذا التحصيل حاصل له هدف رغم أنه ما له معنى ولكن له هدف أن ينقل يعني العطاء لمحمد إلى النقطة B وهي أني وما ملكت يمينك أن رجل كل أمرأة صارت مسترقة بين إيدي محمد مما أفعل الله عليك كل مسترقة كل أسيرة تصبح بحوزة محمد ملك يمين يحق له أن يعني 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 ما المسلمين برضو بنفس الحكاية نعم بس هو أولى منهم نعم طبعا لأنه هو فهو الرجل يعني له يعني آليا أوتوماتيكا الأمور له أكتر والأخطر من ذلك هو حتى الألف بين بتروحنا لأهم نقطة هايستثنائية جدا نقطة جيم نقطة جيم غريبة ومرأته مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي مجرد ما تأتي أمرأة لعد محمد وتقول يا محمد أني وهبت نفسي لك فرجل يدخلها إلى بيت الزوجية ده من غير صداق من غير حاجة خالص بدون عقد بدون شهود يعني بدون أي شيء هي نفسات مجرد ما تقدم نفسها لمحمد اللي استمتاع الجنسي طبعا فقط فهو يدخل إلى بيت الزوجية وتصبح يعني خلاص لا بس دي مش زواج لا خلاص هو تعتبر دي مش من ضمن الزوجات يا أخي مالك لا حي صارت في أتات مرأة وهبت نفسها للنبي صارت أعتبر فتخيلي يعني أني هذا التصنيف أني محمد عطى امتياز السنية لحالو أني أي مرأة تقول لها محمد أني وهبت لك نفسي فتصبح يعني خالصة حتى لو لم تكن يعني أما حتى لو لم تكن أسيرة فكلما في الموضوع أني محمد يذكر بالألف وباء يعني بأمور موجودة عن كل المسلمين فقط ليأخذ جيم ليأخذ في أتات من النساء حتى يعني بين قوسين يفتح الباب على مصطرعي لك كل أمرأة ترغب بأن يكون يعني محمد يعني زوجها فتذهب إلي هذا الموضوع خطير جدا ليش علك الموضوع خطير محمد محمد يلعب على شيء موجود عند بعض العادات الجهلية القديمة البائدة كان عند بعض العادات الجهلية القديمة الرجل بعض الحالات إذا كان رجل مشهور عن الفروسية أو البطولة أو الشجاعة يعني عنده مزيمة استثنائية في الرجولة فكان أحيانا وهذا أمر موجود للأسف فيه كان في المجتمع الجهلي كان ممكن تذهب المرأة لعند هذا الرجل وتجامع هذا الرجل من أجل أن يكون لها ولد لها صفات هذا الرجل زي عمر بن العاص نعم هو جاي منين بالزبط عمر بن العاص نفس المشكلة نعم ولكن ينسب لأسم المرأة وزوج المرأة وليس للأب الحقيقي فهذا يفتح الباب على مصره للنساء كثيراتي رغبنا أن يكون محمد هو الشخص موجود في حياته أن يبعنا الرجل في حياته عارف يا أخي مالك لو لاحظت في آخر الآية هتلاقي إن الله غفور الرحيم غفور الرحيم في إيه؟ أخي مالك إحنا خلصنا الحلقة بشكرك جدا بشكرك جزيلا إن الله غفور الرحيم إن أحللنا لك أزواجك عليكم أنتوا اللي تجاوبوا على الأسئلة دي شكرا جزيلا نشكفهم في الحلقة القادمة من قرآنية اشتركوا في القناة